المنتحر هو أكثر الناس احتياجاً لطلب الرحمة هو في قلب ومحبة للرسول الله يشوف زكته تعبانة في البيت وما يساعد عاش ده ما يبقاش ما عنده دين رسول الله سيقول استوصوا بالنساء خير وزيك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم دائماً يدلل السيدة عاشة القيم الكبرى الثلاثة في الدين الإسلامي هي الرحمة والخير والجمال مفهوم الزواج في الفترة الأخيرة حصل فيه خلال في مواضيع كتير شغلت الرأي العام الفترة اللي فاتت وكترة الأقاويل والأراء وعشان احنا حبينا نحسم الجدل فيها احنا النهاردة داخل دار الإفتاء المصرية مع ضفنا الدكتور عمر الورديني أمين الفتوى ومدير إدارة التدريب أهلا بيك يا دكتور أهلا وسلم بحديك يا سيدنا هل في ناس معينة لا يجوز ان احنا نترحم عليهم يعني دايماً فيه خناقة دايرة طول الوقت ان مثلاً احنا ما ينفعش نترحم على المتر مسألة الترحم غير مسألة الاستغفار مسألة الترحم مفتوحة واسعة الله سبحانه وتعالى كريم والله سبحانه وتعالى رحيم فالمسألة على السعة يعني هي ليست دعم بأي شكل من الأشكال مثلاً للمنتحر يعني أنا مش هيبقى عليها وزر لو أنا المنتحر هو أكثر الناس احتياجاً لطلب الرحمة فأنا مش شايف أني أنا شايف كفانة نحاول أن نصدر القسوة للناس وإحنا محتاجين أن احنا في الحقيقة نكون رحماء ونتذكر أن حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم الرحيمون يرحمون الرحمن وتعالى يرحموا من في الأرض من في الأرض يرحمكم من في السماء في الحقيقة هذه الطريقة في التفكير لابد أن تتراجع لأن القيم الكبرى الثلاثة في الدين الإسلامي هي الرحمة والخير والجمال من خلال خبرة حضرتك لما بيجي لك اتنين مختلفين عن بعض تماماً خصوصاً الرجال عندنا في المجتمع الشرقي عنده فكرة أن أنا عادي أخذ واحدة بشكل معين بطريق التفكير معينة بثقافة معينة وغيرها عشان تناسبني أطوعها حضرتك بالتعامل إزاي مع ده؟ وبترفضه ولا بتقبله؟ الزواج ده حياة بناشى مع بعض فمفيش من حق حد أنه يتصور أن الزواج ده هيمشي برؤيته لوحده فطبعاً إحنا بنرفض الطريقة دي بنرفض أنه واحد يقرر أنه هيعمل إيه؟ هيمشي في اتجاه واحد ويسحل شريك حياته حتى لو كان شريك الحياة في بعض الأحيان بيبقى راضي ده فإحنا بنحاول ننشط الوعي شوية إحنا عندنا دايماً المقبلين على الزواج النصايح اللي بتتقدم أغلبها بتبقى للست ريح يجوزك واسمع يكلام جوزك واهتمي بنفسك واهتمي بتربية الولاد ودايماً النصايح رايحة لفكرة أن الست دي مخلوقة علشان تريح الراجل طيب الراجل دوره إيه في الجوازي يعني إيه النصايح اللي حضرتك ممكن تقدمها للمقبل على الزواج عشان يريح برضه مراده فيه غمس فيروسات بتهاجم الكيان الزواجي أول فيروس هو فيروس النكد والنكد ده ثلاث حاجات النكد مش حاجة واحدة النكد ده ثلاث حاجات كتر الشكوى وكتر اللوم وكتر الانتقاد فده فيروس بيلتهم المناعة الزواجية تاني حاجة فقد الأمان فقد الأمان بقى في حاجتين أساسيتين التهديد والعقاب التهديد يظهر بقى مع الراجل بواب يهددها دايما بالطلاء وكمان الرجالة بتتهدد مش الستات بس اللي بتهدد بتهدده إن هي تعاملوا بطريقة مش مناسبة بتهدده إن هي كمان تطلب منه الطلاء كل ده تهديد والعقاب فيه رجالة متصورين إن بما إن الزوجة بتتربى يبقى لازم تتعاقب الزوجة مش محل العقاب وكل اللي ورد فيما يتعلق بالتعامل مع الزوجة ده وتمشي للعقاب ده للتحسين وإذا فهمتوا على إنه للعقاب أنت كده بتهدد كرامتها ده عشان تاخد بإيديها للأمام يعني مثلا على سبيل المثال كل الكلام اللي تكلم مثلا عن الضرب من كلام عن الهاجر كل الكلام اللي تفهم ده تفهم بالسياق غير صحيح مسألة الضرب دي مسألة جاءت عشان نمنع الضرب إزاي يعني لإن إحنا لما نجينا نتكلم عن الضرب على إنه بيان الغضب الشديد وإنت تمنع نفسك إن الغضب الشديد ده يتحول إلى شيء مؤلم أو مهين ما ينفعش إن الضرب ده يكون مؤلم أو مهين ده بيان للغضب إن ده غضبان بس ما نع نفسك إن أنت تستخدم العنف الفيروس الثالث هو الحدة والحدة هو ثلاث حاجات الحدة يعني العصبية الحدة يعني العناد الحدة يعني كمان العنف الفيروس الرابع هو الرشوة الزواجية الرشوة الزواجية عايز علاقة خاصة ادفع فلوس أنا دفعت فلوس عايز علاقة خاصة أنا تروح مع ماما فاكرة المشهد بتاع شريف مونير لما كان بقالها أنت عملتني صنية بطاطس خالتك اتصلت بخالتك حيث هو ده المشهد بتاع الرشوة الزواجية الجواز ما ينفعش يبقى بالطريقة دي جواز بالطريقة دي هيخرج كل المعاني اللي إحنا بنستثمر فيها مش هيبقى الزواج مفيه استثمار آخر فايروس بقى هو البخل العاطفي البخل العاطفي ده ده اللي الشخص فيه بيكون صامت ما بيعبرش عن مشاعره ما بيعبرش عن كل محمده دولة الخمس فايروسات بنقابلهم احنا بخمس إيه بخمس آآ أدوية بتزود المناعة الزواجية اللي هي إيه بقى خمس حاجات زي ما دولة خمس عشان بس الناس تكون حفظا ده خمس فايروسات بنقابلهم بخمس مكونات للإكسير بتاع اللي بيزود المناعة الزواجين أول حاجة الحب عندنا مش زي ما الناس فهموا الحب الرومانسي أكتر حاجة تكلم الناس كلمت في الأساطير فيها الحب الحب أكتر حاجة تكتب فيها أساطير الحب الرومانسي بيدور عربي دور عربيات الزواج مفتاح كونتك تبي دور عربي لكن الحب الحقيقي بقى ثلاث حاجات من الخمسة دول أول حاجة الاهتمام والاهتمام أنه دايماً برمز له بساعة تدي لشريك حياتك وقت بتاعه هو يعمل فيه اللي هو عايزه حاضرت النبي صلى الله عليه وسلم مع السيدة عائشة راح عامل ايه راح موضع كتفه وحطت دقناها على كتفه قعدت تتفرج على اللعبة الأحباش اظن الرسول ما كانش محتاج انه يتفرج على اللعبة الأحباش بس السيدة عائشة محتاجة لده تاني حاجة الاحترام والاحترام هو كلام كله صح كلام كله حل لا فيه يسترسلها على السين ولا كلام من كحك لكحك ولا الكلام وده كله لا الكلام ما فيهش كلام في الجناب كله كلام إيجابي تحفيزي يخلي الجواز يستمر للأمام آخر حاجة في الحب التأدير التأدير هو ان انت تعمل حبيبك من حبة أب يعني ايه الكلمة الحلوة الفعل الحلو اللي عمله تعظمهونه زي ما مولانا سبحانه وتعالى حضرت النبي يقول ان الصدقة تقع في يمين الرحمن قبل ان تقع في كف الفقير فيربيها لكم كما يربي أحدكم فلوه حتى تصيرك الجبال يبقى احنا تعلمنا من ربنا التقدير يبقى احنا لازم نقدر فاضل حاجتين من الخامسة أول حاجة الحاجة التانية الحاجة الرابعة الابتزان الابتزان في غاية الأهمية في مسألة المناعة الزواجية لو ما فيش اتزان اي حاجة هتيجي هتحصل بالبيت كله الحاجة الأخيرة المرونة لازم يبقى فيه مرونة طب هي خدمة الزوجة اللي زوجها يا دكتور فضل ولا فرض؟ من الفضل وليس فرض عليها يعني ده من حسن العشرة الله سبحانه وتعالى قال وعشرهن بالمعروف فالأساس في العشرة هي العشرة بالمعروفة الجواز مش بيكون تحت منصة القاضي احنا هنا مش بنتكلم في مسألة واجب ولا مش واجب حلال ولا حرام احنا مش وقفين أمام محكمة لكن الزوجة وهو وفي زوج في الدنيا هو في قلب ومحبة للرسول الله يشوف زوجته تعبانة في البيت وما يساعدهاش ده ما يبقاش ما عنده دين انه يبقى قاعد كده هو وزوجته مثلا بتدهن البيت مثلا او بتلمع البيت وهو قاعد كده وشايفها تعبانة ده ما عندهش دم مش بس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استوصب النساء خير فالمسألة مش احنا نجبها من ان ده واجب عليها ولا مش واجب عشان ما ندخلهم مش في صراع لكن الزوج واجب عليه طول الوقت انه يرعى زوجته ويحميها واول حد يحميها منه هو هو نفسه فهو اذا وجدها باي حامل احوال في حالة تعب لابد ان هو يساعدها ويساندها احنا الوقت مش بنتكلم في مسألة هي يجب عليها او ما يجيبش مش ده الحل اللي بيتكلمه على ان يجب او ما يجيبش مش هو ده الحل الحل هو ان الزوج يعرف ان هذه الزوجة دمعتها هيسأل عنها يوم القيامة وجعها هيسأل عنه يوم القيامة ان هي تنام وهي حزينة يسأل عنه يوم القيامة يعني الزوج لما يجي يفهم ان حديث من باتت وزوجها عنها غير راضي باتت تلعنها الملائكة فهو ما يبقى ييتهاش غبانة وكاسر بخطرها ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيوصي بيها وبعدين هو هي حس ان هو كده قام بوجبه وبرجولته لا كلام ده ما لوجه دعاءه خالص بسنة رسول الله رسول الله سألن يقول استوصوا بالنساء خير موسيقى